السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد انهاردة هنشوف مع بعض فكرة حلوة جدا من ثبت الفاكهة البلاستيك او الخشب هنعمل منه فكرة حلوة جدا وكمان لها استخدامات كتير تابعوا الفيديو معي للنهاية واتنسوش تحطوا لايك للفكرة دي عشان بجد هتنفعكو في البيت جدا اول حاجة هنستخدم كده اكتر من ثبت من الفاكهة تختاري بقى زي ما انت عايزة الاسبتة دي بتبقى موجودة في المحلات بتاعة الخضروات او المحلات بتاعة الفاكهة لو هيدهالك كده تمام لو هتشتريها ما فيش مشكلة الفكرة فعلا تستهل واستخدم كمان الافيز وده عشان اسبت الاسبتة كلها مع بعضها الطريقة اللي انا بعملها قدامكو دي طبعا هو ليه قفلة معينة فاللي بالك لو ما تقفلش معي كمان الناحية دي كويس يعني تقفل زي كويس لما تيجي تقفليه كده على بعضه وتيجي تحاولي تاني ان انت تفتحيه لو تفتح معيكي يبقى كده الطريقة بالصح هتقلمين الناحية التانية وتبدأ ان انت تقفليه كويس الافيز ده بيبقى موجود في محلات الادوات الكهربائية وبيبقى سعره تقريبا نص جنيه هاتي منه بقى كمية كده تكون كويسة لانه هيثبت السبت معينا في بعض وهيبقى باتين جدا وعمل ما هيدخلها تمام يبقى كده عرفنا بالضبط احنا بنجيب الاسبتة دي منين وكمان الافيز بنجيبه منين تمام كده برضو لو انتوا حابين تسأله على اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات وهتلاقوني برد عليكم ان شاء الله انا هبتدي دلوقتي ان انا اشيل زيادات بعد ما اقفل الافيز كويس جدا وتأكد ان هو ثبت معي او ثبتت الاسبتة كلها مع بعض هستخدم بعد كده ثبت بلاستيك بالشكل ده وده هيبقى واحد بس اللي انا هستخدمه الفكرة دي معاكم وطبعا هنشوف وهنعرف دلوقتي ليه انا عندي طبعا السبت بتقسم بالشكل ده هيجي من الجنب وهبتدي ان انا اسخن سكينة على البتجاز وهشيل الجزء بتاع السبت من نحية واحدة ناحية العريبة اللي هي بتاعت السبت لما باجي اه اوقفه عادي او اسبتوا مكانه الحتة دي انا هبتدي ان انا افصلها الجزء اللي هون مخرم ده ياجي كده من عند الحفر وبعد كده همشي السكينة الوضاحة خالص عشان تتخلع معايا بسهولة السكينة دي حمية مسخنها على النور وهبدي ان انا افصل بيها الجزء البلاستيك ده الجزء ده احنا مش هنستخدمه هنشوف دلوقتي هنعمل ايه في الجزء اللي احنا شلنا ده هبتدي أقلب السبت بالشكل ده كده وهيجيب الأثبتة التانية اللي هم الخشب اللي ثبتتهم مع بعض أنا عملت هنا تلاتة ممكن تعملي أربعة ممكن تعملي خمسة زي ما تحبي طبعا مسكين خواس جدا بالأفيز تمام هبتدي بعد كده أستخدم برضه الأفيز و أثبت الأثبتة كلها مع بعض التلاتة اللي هم الخشب مع الجزء اللي هو اللي من تحت البلاستيك أنا استخدمت واحد بس من البلاستيك عشان أعمل قاعدة للمنظم وكمان هعمل في الجزء اللي من تحت ده فكرة حلوة جدا وهتشوفوا دلوقتي إزاي من نفذها بطريقة سهلة هقفل كده الأثبتة من الأفيز اتنين برضه من على الحرف ممكن تحطي تلاتة زي ما تحبي المهم إن إحنا هنثبتهم كويس جدا عشان معهم حفاقتي المنظم ده من مكان لمكان عمبهم ما يدخلوا تمام هبتدي إن أنا برضه أثبته في المكان أو في الجهة الصحة بتاعته لو حبيت إن أن تقفليه ومقفلش معايك يبقى كده مش محطوط مصبوط أثبوطيه كويس عشان يبقى يثبت معاك كويس جدا يقفليه ولما تحاول إن أنت تفتحيه ما تلاقيه وش بيتفتح معاك يبقى أنت كده مصبتها صح هقفل بقى من الناحيتين هستخدم بعد كده السبيل الأسود وهرش الجزء اللي هو البلاستيك اللي من تحت تمام هرشه بعد ما ينشف معايا هيبقى شكله أحسن تمام لو إنتي حابة تسبيه زي ما هو ما فيش مشكلة استخدم بعد كده كرتون هيخد المقاس بتاع رف بتاع السبت اللي هو الخشب هعمل أكتر من واحدة تمام هعمل أربعة وكمان هعمل واحدة تحت بعد كده في الجزء اللي هو بتاع السبت البلاستيك طبعا أنا بيخد المقاس كلهم واحد وبعد كده هبدي إن أنا أثبتهم مع الخشب بحط كمية من الشم كمية كويسة وبعد كده بحط عليها الكرتون لو إنتي حابة تستغني عن الخطوة دي ما فيش مشكلة بس هي تعزز المنظم اللي هنعمله وهتبقى كمان أجمد تمام هبتدي دلوقتي أستخدم الاستيكر والاستيكر ده اختياري بما إننا داخلين على رمضان فأنا هستخدم هنا الاستيكر الخيامية لو إنتي حابة تستخدمي وماشي الخيامية تمام بس الاستيكر سعره رخص مش غيالي ومطافي المتري منه تقريبا بستة جنيه أو بسبعة جنيه الجول بيبقى خمسة متر ده أقل حاجة 30 أو 35 على حسب المكان هو موجود في كل حتة يعني انتو سألتوني عليه كتير هو موجود تقريبا في كل المحلات يعني ناس كتير قوي حطة الزينة والحاجات بتاعة رمضان استخدمت هنا الشمع وثبت الاستيكر كان ممكن أشيل الضهر بتاعه بس هيغلبني ومش هيطلع مصبوط معي فالأحسن نحن نحط كمية كده من الشمع وبعد كده نثبت عليها الاستيكر غلبت المنظم من النحيتين وكمان من الجزء اللي من فوق تمام وبعد كده هستخدم برضو نفس الاستيكر وهغلب الجزء بتاع المنظم من جوه حط المنظم على الأرض أحسن هيثبت معي بدل ما كده هيرلبني عشان عايزة غلبه بطريقة صح وكمان يبقى مصبوط معي كده أنا حطيته على الأرض وبعد كده هبتدي ان أنا أثبت بقى عليه الاستيكر تمام؟ بعمل جزء جزء منه عشان يطلع معي مصبوط بحط كمية من الشمع وبعد كده ببتدي أثبت عليه حتى انت كمان لو عايزة بعد كده ان انت تشيل الاستيكر ده أو شكله قدم أو باز تقدر ان انت تشديه منتهى سهولة هيتطلع معاك من على الكارتون أو كمان من على الغشب بتاع الاسبيتر اللي احنا استخدمناها ممكن تشديه منتهى سهولة وتحطي مكانه وماشي أنا كده غلبت الدراوك كلها أو الأجزاء كلها هستخدم معاك كده شريط المرون الملون ده وهبتدي ان أنا أثبته على الحفر كله بتاع المنظم اللي احنا عاملين هادي شكل حلو جدا معنا وكمان لونه لايق مع لون الستيكر أنا حطيت في النص كده شكل مختلف من الستيكر ممكن نكمله كله بالخيمين هستخدم بعد كده كرتون اي كرتونة عندك ممكن نستخدم كرتون تشيبسي وهنعمل درج طريقة سهلة جدا أنا عندي الجزء بتاع الكرتونة ده كبير شوية عن المقاس بتاع الدرج أو الجزء اللي احنا فتحناه في السبت البلاستيك هاقس الأول الجزء اللي انا عايزة أشيله أو الزيادة زيادة تبقى حوالي 3 سنتيه هبتدي أشيلها كده من الجنب بتاع الكرتونة تمام هكمل بالقطر عشان هيكون أسهل خلي بالكو بس من الخطوات هتعمله درج ومنتهى سهولة ممكن جمان تعمله المنظم ده كله درج تمام كده أنا شيلت الجزء ده الجزء ده هو زيادة هشيله برضو هشيل من الناحية التانية هاخد الجزء اللي انا شيلته وهسبته على نحية التانية شان يبقى نفس المقاس بالزبط ويجي كده بإيديه عند الجزء بتاع الكرتونة الباقي وهبتدي إن أنا أضغط كده واتنيها تمام بقى عندي كده نفس المقاس اللي أنا عايزاه بس من الكرتون هبتدي بقى هقص الزيادة دي كلها هقصها من فوق كل الكرتون ده زيادة وهنبتدي إنشالها تمام أنا بس هقصها ويحاول إن أنا أطلع الجزء دي يكون مصبوط لأنه هيبقى باقي التكملة بتاعت الكرتون لو أنتي حابة تعملي بقى الجوانب كلها بتاعت الكرتون وكده بس هتغلبك شوية وأنا بحاول أبسط معاكم الأمور لأن يعني لو أنتي حابة تعمليها فعلا كلها درج هتبقى سهلة بالنسبالك بالطريقة دي هتجيبي الكرتون بتاع الشيبسي أو أي كرتون بنفس المقاسات وتبدأ إن أنت تزبطيه بنفس الطريقة اللي إحنا عملناها مع بعض دلوقتي هبتدي دلوقتي أحطي شامع عشان أثبت الجناب مش عارفة بحط شامع في النص اللي إيه معلش إحنا هنحط بس من الجناب الجنب ده وجنب التاني عشان أثبت الكرتونة ونقفلها كويس أحط كمية شامع بس كده بهراحة على الطرف وبعد كده هنبتدي إن إحنا نعزز الكرتونة أكتر ونشدها أكتر برضو بالستيب حسنا هي خفيفة بس أنا شايفها مظبوطة ومش محتاجة كرتون تاني وكده كفاية عليها ممكن تزاودي طبقات الكرتون بيدي معاك النتيجة حلوة تمام هبتدي دلوقتي إن أنا أثبت الكرتونة بالشكل ده عشان تتقفل معايا بشكل كويس وبشكركم جدا على كل الكومانس الجميلة اللي بتكتبوها لي ربنا يبارك فيكو ويحفظكم جميعا هبتدي دلوقتي أستخدم الستيكر الستيكر اللي تبقى عندي مش كمية كبيرة فأنا هبتدي إن أنا هزبطه بس كده عشان نكمل باقي المنظم أنا هعمل دلوقتي الجزء اللي هو من قدام بتاع الكرتونة اللي هو هيبقى فتحة الدرج هحط عليه بس من الاستيكر بتاع الخيامية ما فضلش منه كتير فأنا هبتدي بس إن أنا أستخدمه على الدرج المبارع اللي هو الجزء اللي هيكون باقي هبتدي إن أنا أكمله بالشكل ده وكمان هغلف بالاستيكر التاني اللي إحنا استخدمناه من جوه ودلوقتي هستخدم ده مقبض أو زي ما تقولوا كده يعني اليد بتاعت الدرج هو اسمه مقبض بيبقى موجودة عند الموان سعره 3 جنيه مش غالي يعني لإدارة نيسي جيبيه وتعمليه بالشكل ده كمقبض للدرج فتحت فتحة صغيرة بس في نص الكرتونة بعد ما قاستها طبعا وخدت المقسات بالضبط في النص بعد كده هبتدي إن أنا أسبت المقبض ده بمنتهى السهولة بحاول إن أنا أبسط معيك والخطوات وكمان الحاجات اللي بنشتريها تكون على قد ما نقدر تبقى مش غالي هبتدي دلوقتي إن أنا أقفل المقبض ده كويس جدا من جوه عشان يسبت معي الدرج كويس وبكده نكون عملنا الدرج بمنتهى السهولة طبعا أنا ركبته في المنظم عندي ونقدر إن إحنا نستخدم المنظم ده للفوانيس وممكن برضو تحطي في الدرج ده حاجات كتير جدا تقدر إن إنتي تستخدمي المنظم ده كمكتابة وممكن كمان تستخدميه كجزمة عملناها بطريقة سهلة جدا والدرج ده تقدر إن إنتي تحطي فيه المحافظ وكامل المصليات والسبحة وكل حاجة بقى أنت عايزة تحطيها في الدرج هيبقى منظم جدا عندي وزي ما اتفقنا تقدر إن إنتي تعملي كل المنظم ده بدراوك بنفس الطريقة اللي إحنا عملنا بيها الدرج ده كده كان فيديو النهاردة كل سنة ونت طيبين لا تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تعمله اشتراك في القناة لو لسه أول مرة تشوفوني كل سنة ونت طيبين سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر